السلام عليكم اخوتي اهلا ومرحبا بكم مطبخ وصفات للا فاطيمان ومن شاء الله وصفة جديدة نحضر معكم ان شاء الله الدوارة قشرة معكم او اللي غنظفة معكم بطريقة اللي سهلة وسريعة وكذلك مكون اللي بسيط واقتصادي مكون اللي موجود في كل بيت صراحة بنسبة لها الطريقة هدي فهي عملية في تنقية الدوارة كان نصحكم ان شاء الله هتجربوها في العيد وانا اكيد ان شاء الله لجربتوها فغتعجبكم وغتقو دائما وانا اتنقيتوها بها الطريقة هدي مهم قبل ان ابدأو الفيديو كما العادة منساش تدعموني باللايك ديكم باش تجعوني باش دائما ان شاء الله نجيبكم وصفات ليكونوا اجداد وحصريا كذلك اول ما راك تشوفوني فمنساش اشتركوا في القناة تفعلوا زرس باش دائما توصلوا في جديد ديالي مهم دابل ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركتي الله بالنسبة للمكونات فانا احتاج هنايا للكرشة او لا الدوارة مهم كل واحد كيفاش كيسميها بالنسبة لي فانا اخترت الدوارة ديال البقري حيث هي اللي صراحة تكون صعيبة في craveغطي ما بغيت ندير معاكم الدوارة ديال غنمي حيث تغيية تتنقى مهم هاتطريقة هادي للي غير ندير للكوم اليوم ويمكن لكم تنقوا بيها سواء دوارة ديال الغنمي او اللي بقري او اللي منذ البقري او اللي ديال المعاز اللي كانت عندكم ديرول لها الطريقة فكاتنقى بكل سهولة اللا احثو معيانا نوريها لكم كيفاش دائرة انا اخترت هكا دوارة اا قطعت جيهات اللي فيها كل شي في هذه الجهة الحرشة فيها الجهة الملسة وفيها كل شي يعني بشك يعني لما نعطيك كاملين اتنقوا معكم وتشوفوا الطريقة هنا يلا لحتوا معي فاول حاجة كنحتاج كنحتاج هنايا للماء كان عمر طنجرة ديالي بالماء بارد وغير رجعها فوق البطاة نخلي هاد الماء هادا حتى يسخن مزيان ويصار للمرحلة الغالية وبقى كي يطلق الفقاعات يعني كي يولي الماء غاليا كندير واحد كمية كتيرة ديال الماء على حسب شهر عندكم ديال الدوارة صراحة انا عندي تقريبا واحد استاكيلو دك شهر يشبرت كمية كتيرة ديال الماء هنا يبعد ما كي يغلل الماء فمباشرة كنجيبو وكان فرغو فوق هاد الدوارة كان فرغوه هو مازال صاخن يكون طايب يعني مواصل لمرحلة الغالية في هاد لوقيتها هادي فغنحتاج المعجول الاثنان غنوريكم النوعية اللي استعملت انا اياه فانا غنستعملي انشاء الله كلغيت او ضروري بتستعملو كلغيت يعني استعملوا كلغيت واستعملوا النوعية اللي كيكون اللون ديالة ابيض من الداخل لاحظوا معايا يعني ماشي هاداك اللي كيكون مخطط بالزراق والخضارة اللي كيكون بيض بالنسبة الكمية فانا غنوريكم بالملعاقة غندير تقريبا كي وحت لسة دي الخطوط بالملعقة وكيما قلت لكم فانا عندي كمية كتيرة دي الكرشة عندي هنا ايا هاد دوارة هادي كتوزن استكيلو. انا الى اللحظوا معايا كنديرا كي وحت لسة دي الخطوط دي الكولغات. وكنبقا كي نحركو فوق الدوارة ديالي احتكي دوب. فاتشكل هدا طريقة راها سهلة وبسيطة وصراحة الكرشة ديالنا فضغيا كتنقى. واحتى بالنسبة صراحة لهات كولغيتها ديال. كي حييت الريحة دي الزفورية كي مني كنكونو كننقيو الدوارة ديالنا وكيساعد في تنقية الكرشة يعني كتنقى معنا بسرعة وفي نص اللحظة يعني ما كسبقاش ديك الريحة دي الزفورية كيما قلت لكم فالدوارة يعني ما كسبقاش فيها الريحة وحنا كننقوا فيها كنحسوا راسنا يعني كنحسوا براسنا يعني ما نعيشين ما كتنقاش ديك الريحة كايا ديال السفورية وحنا كننخدموها ومن لا لاحظوا معايا كنقلب الكرشة ديالي على الدهار دياله باشا كي يدخل فيها هدك معجول الاسنان وكذلك كتوصلها سخونية مزيان اخليها تقريبا واحد ثلاثة دقائية قوية كايا ومن بعد غير رجعو لها ان شاء الله باش نخدموها لاحظوا معايا بعد مورور ثلاثة دقائية دكوغيت عفوا انك يطلق الناح شوية ديال رغوة من الفوق باش كليا دايع ومليهم دا باع نقلبها ومباشرة عندو ان شاء الله ننقوها كنحاولو فدقيتها دي نزربو عليها يعني ما نخلي واشتا تبرد في الده ناعد ننقوها كنزربو عليها وهي ما زالة سخونة كننقوها صراحة ما كسكونش سخونة بزاف كسكون تقريبا كي غير حرارشة واحد شوي يلي يدي انك يتحمل الحرارة ديالي حيث الدوارة كسكون يعني بدارات حرارة لما طبخ ومني كنديرو للماء طيب هي را كسبرد ما كتبقاش يعني بنافس سخونية انا يا كنحيدها كما قلت لكم من دا كلمة سخون ومباشرة غاندوزو النقوها تبعوا معايا وشوفو كيفاش كتنقى بسم الله على بركة الله لاحظوا معايا هنا يا في اللول غاننقع معاكم غير بليد ديالي فضغيا كتنقى وكتقشر بكل سهولة بهاش كالهدايا لاحظوا معايا يعني الجلدة ديال كرشة كتتحييت ضغيا ضغيا وصراحة باش ما نكذبش عليكم وباش نكون صاريحة معاكم هاد المكان هدا في الدوارة اصلا ضغيا كيتقشر يعني ماشي بحل بحل بلايس الاخرين ذاك اللي كتكون حرشة عادا عادا نخدم عادا نخدمها معاكم ان شاء الله فهاد الضيصة هادي اللي كتكون رطبا في الدوارة كتتحييت للجلدة ضغيا يمكن لكم تحيدوها غير بليد ديالكم فضغيا كتحيد مهم فانا غنحيدها معاكم شوية بليد ديالي وبعض غنكمل بالملعقة وغنخدم دوارة ديالي كاملة لاحظوا معايا كيفاش كتتحييت الجلدة اه صراحة هالطريقة هادي فهي عملية بتقشير اه دوارة خصوصا اللي استعملتها كاية الدوارة ديال ديال الغنمي فهي تقشر معاكم اسرع صراحة هادي ديال البقريفة انا اختاريتها لحقاش هي صعيبة فتقشار وبغيت نوريكم يعني كيفاش كتتقشر يعني طريقة اللي ناجحة لاحظوا معايا هنا يا فكنقشرها بالملعقة كتتقشر بكل سهولة هادي هي البلاصة اللي قتلكم صعيبة كتكون هكاية حرشة كيكون في يدك الحفاري تهيا كتتقشر ضغيا ضغيا بالملعقة كنوركوها بالملعقة وكنقشرها مهم غاستمر بنفس الطريقة احتها عنكمل دوارة ديالي كاملة كما قدلكم فانا عندي هنا يا كمية كتيرة ديال دوارة فسرعت معاكم اللقطة هنا يا باشك كي ما يجيش الفيديو طويل لاحظوا معايا ذاك البلاصة اللي تنقشرها كتولي بويضة وذك القشيرات كيبقى ارجع عليها من بعد ان شاء الله مني غا نشللوها بالماء وانقصلوها ما غيبقاش في هالقشر بتاتر لاحظوا معايا هنا ايا كنوريكم غير ذاك القشور كي يعودوا عودين يلسقوا فيها هادو غا يمشيوا غير معا تشلال كنوريكم هنا يعني كيفاش كي يلسقوا مهم غا نستمر كي ما قدلكم بنفس الطريقة سنخدمها كاملة وانقشرها كاملة لاحظوا معايا كيفاش كتتقشر مهم هنا كنحاولوها كايا نوركو عليها مزيان بالملعقة نقشروها كاملة هنا بعد مساليتها باقي اللي اطريب هدايته هو غا نقشرو وهكا كتكون دوارة ديالنواج دا قشرناها كاملة هادو هما القشور اللي حصلنا عليهم صراحة طريقة اللي عملية والدوارة دغية دغية كتتقشر شوفوا معايا هنا كنوريها لكم كاملة راها قشرات وبالنسبة لهات الشي اللي ما زال لاسق فيها كيمشي غير بالماء يعني هنخسلوها غير بالماء وغايمشي من هذا الشي كامل هني كنحاولوها كينفركوها في الماء باشا كي يطيحوا من هاداك القشيرات غير بشوية واعي وتاني غانشللها مراخ راح تكيولي المصاعة فيه وكتولي صراحة دوارة كتشال كتولي منقية هنا يا رب دالما كيصفة واحد شوية يعني ما بقاش فيها القشور في اخر خطوة واخر خسلة غنديرو لها كي وح شوية ديال الملحة باشا كي كتزيت صفا وكتولي بيضا نحضو معايا كيفاش دير اذا براها تنقص مزيان غاندر لهنا معلقة كبيرة ونصف ديال الملح غنخليها كي واحد لخمسة دقائيا قم بعد كندوزو نخسلوها مزيان بالماء يمكن لكم في الاخير زيدو لحتى الحامض وضروري يعني قبل ما تطيبوها تعصروا عليها الحامض انا غير ما شاركتوش معاكم ويملاحظوا معايا صراحة دورة كيفاش ديرها كتجي صراحة رائعة جدا كتخرج كتشعل ما كيبقاش فيها ذاك الخشيش ديالة بساتا كنصحكم جربوها الطريقة وانا اكد ان شاء الله لاجربتوها فغا سنجح معاكم واندى نبقى للا نودعكم مع السلامة انتلقوا فيديو اخر اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة